بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتناول موضوع الألوان الأحمر والأصفر والأزرق وهنا الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها خلال هذه الأسابيع أولا أن يسمع الطالب والطالب لقراءة القصة أن يكرر الطالب والطالبة أسماء الألوان أحمر أصفر أزرق خلف المعلمة أن يميز الطالب الألوان الأحمر والأصفر والأزرق ثم يصنف الطالب والطالبة الألوان في الأخير أن يكتب الطالب والطالبة حل تمارين الكتاب الدراسي طيب دائما قبل ما نبدأ لازم نذكر بالقوانين مثل المدرسة فيها قوانين أيضا دراسة عن بعد هناك لها قوانين أو آداب الدراسة عن بعد دائما لا بد أن نحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة حتى لا نقطع الدرس ثم إحضار الكتاب والقلم الرصاص بجانبك أيضا عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ثم الجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة إذن هذه هي القوانين الخاصة بالدراسة عن بعد طيب الآن مستعدون نبدأ يلا هنا اللون أحمر نكرر خلف المعلمة أحمر أصفر أصفر أزرق أزرق إذن هنا اللون الأحمر ثم يلي أصفر ثم في الأخيرة اللون الأزرق طيب الآن نتكلم عن قصة البنت شهد هذا البنت اسمها شهد وعندها هذه اللوحة تريد أن ترسم لوحة جميلة كما تشاهدونها الآن هذه اللوحة تحتاج أنها تلونها طيب خلونا نشوف لكن شهد ما تعرف كيف تختار الألوان هي محتارة إيش تلونها بأي لون فجأة ظهر اللون ماذا؟ اللون الأحمر ماذا قالت شهد؟ قالت من أنت؟ من أنت؟ فقال لها اللون أنا لون من الألوان نمنح الأشياء جمالا بألواننا الرائعة انظري حولك ستجديني في كل مكان الطماطم لونها أحمر وهنا تشاهدون صورة الطماطم لونها أحمر أحمر الوردة لونها أحمر الوردة لونها أحمر نشاهد صورة الوردة هنا لونها أحمر أيضا الدم لونه أحمر نلاحظ هنا هذه اليد التي تنزف وتخرط قطرات الدم التي لونها أحمر أيضا هذه الحقيبة لونها أحمر إذن حولنا أشياء كثيرة قد يكون لونها أحمر مثل الطماطم التي لونها أحمر أيضا الوردة لونها أحمر الدم لونه أحمر والحقيبة لونها أحمر وقد نجد أيضا حولنا في المنزل أشياء كثيرة غير هذه لونها أحمر طيب ماذا قالت شاهد للون؟ قالت يا أحمر هل تساعدني في تلوين لوحتي؟ دعنا نشوف ماذا قال لها اللون؟ ماذا قال لها؟ قال لها بكل تأكيد يوجد باللوحة تفاح وهو من الفواكه ولونه أحمر هنا ظهر التفاح وماذا؟ لونه أحمر أحمر نكرر خلف المعلمة أحمر أحسنتم إذن اللون الأحمر ساعدها في تلوين اللوحة من خلال تلوين التفاح باللون الأحمر أحسنتم طيب بقيت شاهد تفكر كيف تكمل تلوين اللوحة اللون الأحمر فقط لون التفاح فقط لون التفاح باللون الأحمر لكن باقي اللوحة فجأة ظهر ماذا؟ اللون الأصفر اللون الأصفر نشوف شاهد وش قالت لللون الأصفر؟ قالت لهم من أنت؟ من أنت؟ فقال لها اللون الأصفر أنا لون من الألوان نمنح الأشياء جمالا بألواننا الرائعة طيب قال انظري حولك ستجديني في كل مكان الشمس لونها أصفر الشمس لونها أصفر الليمون لونه أصفر الليمون لونه أيضا أصفر تشاهدون الصورة الحين الشمس شلونها؟ أصفر والليمون أيضا لونه أصفر الموز لونه أصفر الموز لونه أيضا أصفر وشعر شهد لونه أيضا أصفر إذن هناك أشياء كثيرة قد تكون مختلفة ولكنها تتشابه في اللون بحيث يكون لونها واحد لونها كله أصفر شوف هنا الشمس لونها أصفر الليمون الموز شعر البن شهد لونها أصفر كل هذه الأشياء مختلفة ولكنها تتشابه في اللون طيب إيش قالت للبن شهد إيش قالت للون قالت هل تساعدني في تلوين لوحتي إيش قال لها اللون بكل تأكيد يوجد باللوحة شمس والشمس لونها أصفر الشمس لونها ماذا أصفر نكرر خلف المعلمة أصفر أحسنتم إذن لون الأصفر ساعد البن شهد في تلوين الشمس بأي لون أصفر أصفر أحسنتم طيب أيضا بقيت شهد تفكر كيف تكمل تلوين اللوحة إذن ظهر فجأة لون الأزرق هذا اللون اسمه أزرق مثل ما أنت لك اسم أنت اسمك محمد أنت اسمك فهد أنا اسمي أمل هذا اللون له اسم اسمه أزرق أزرق أحسنتم نشوف إيش قالت شهد للون من أنت؟ من أنت؟ ماذا أجاب اللون الأزرق؟ قال أنا لون من الألوان نمنح الأشياء جمالا بألواننا الرائعة انظري حولك يا شهد ستجديني في كل مكان السماء لونها أزرق ونشاهد هنا لون السماء البحر لونه أيضا أزرق أزرق القلم لونه أزرق أزرق الجوارب لونها أزرق حتى الجوارب التي ترتديها البنشهد لونها أزرق إذن السماء لونها ماذا؟ أزرق البحر لونه أزرق القلم لونه أيضا أزرق والجوارب التي ترتديها البنت شهد لونها أزرق طيب نشوف البنت شهد ماذا قالت للون الأزرق؟ قالت هل تساعدني في تلوين لوحتي؟ ماذا أجاب اللون؟ بكل تأكيد يا شهد يوجد في اللوحة سماء والسماء لونها أزرق أزرق طيب الآن انتهت القصة دوركم الآن يا أبطال في البحث داخل المنزل وحولكم الآن عن الثلاثة الألوان التي تعرفنا عليها وهي أحمر أحمر أصفر أصفر ثم اللون الأزرق إذن أريد منك عزيز الطالب والطالبة الآن أن توقف المقطع ثم تبحث حولك في الغرفة أو داخل المنزل عن أشياء مثل هذه الألوان كأس، قلم، كتاب، سيارة، دمية، علبة مناديل أي شيء مهما كان مختلف لكن يتكون من هذه الألوان أحمر أصفر أزرق الآن عزيزي ولي الأمر بإمكانك أن توقف المقطع وتعطي ابنتك فرصة للبحث حولهم في المنزل عن الثلاثة ألوان ثم نعود لكم مرة أخرى الآن عدنا لكم طلبنا منكم أعزائي الطلاب والطالبات أن تبحثوا داخل المنزل أو حولكم في الغرفة عن الثلاثة ألوان أتمنى أن تكونوا وجدتم الأشياء التي تتكون من اللون الأحمر والأصفر والأزرق طيب الآن سأتوقف عند هذه الشريحة وأنتقل إلى الطاولة تشاهدون الآن أمامكم على الطاولة ثلاث بطاقات تتكون من الثلاثة ألوان أصفر أحمر أزرق أنا أحضرت مجموعة من الأشكال الهندسية لكنها مختلفة الألوان منها اللون الأصفر والأحمر والأزرق سأقوم بتصنيفها بناء على اللون الذي تعلمناه اليوم هناك أصفر وأحمر وأزرق دعونا نبدأ بالبطاقة الأولى اللون الأصفر سأبحث من بين هذه الأشكال الهندسية عن اللون الأصفر هنا أصفر أصفر سأضعه عند البطاقة الصفراء لأنه متطابق نفس اللون أيضا هذا لون أصفر أصفر أيضا هنا لدي أصفر وهنا أيضا أصفر وهنا أيضا أصفر طيب ننتقل للبطاقة الأخرى هذا اللون ما اسمه؟ أحمر أحمر إذن سأبحث عن الأشياء التي لونها أحمر هل هذا لون أحمر مطابق؟ لا أنا أريد الأحمر أين هو الأحمر؟ أحسنتم هنا هذا أحمر وهذا أحمر وهنا أيضا أحمر وأيضا هنا أحمر طيب ننتقل بعدها إلى البطاقة الأخرى انتهينا من الأصفر والأحمر هنا لون أزرق أزرق إذن سأضح الأشكال التي لونها أزرق أزرق إذن هنا أزرق وهنا أيضا شكل لونه أزرق 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 إذن هنا تدربنا على كيف نصنف الأشياء بناء على اللون هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يقوم مفيد لكم ولا ننسى عزائي أولياء الأمور أن نقوم بتعميم المهارة من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في المنزلية لتصنيف الألوان كما فعلت بهذه البطاقات صنفتها بناء على اللون بإمكانك أن تحضر مجموعة من الأغراض مثل كتب أقلام أواني مزليها بلاستيك ألعاب ويصنفها الطالب بناء على اللون ويفضل أن يردد خلفك اسم اللون إذا كان الطالب يعاني من مشاكل في اللغة أرجع عدم إجباري على نطق الكلمة وإنما نقبل منه الإشارة أو الإيماءة بهذا أكون قد أنهيت درس اليوم أراكم غدا بإذن الله كانت معكم المعلمة تمامي مع السلامة شكرا